عايزة أبدأ معاكم وأقول لكم حاجة مهمة جدا تخيل أنت لما حد يكون بيقدم دردشة لا برنامج ولا عندنا إمكانيات دردشة عادية على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وتحظى بهذه المشاهدة والإحترام من حضرتكم يقابلها تآمر على مدار 24 ساعة أيوة تآمر تآمر بشكل حقير وشكل مش محترم لدرجة أنه المعذول الظلمطحي صفيحة مبارح وهو قاعد في بيته في أحد قرى مدغمر الثلاثين أربعين واحد ولا الخمستاشر واحد لأنه للأسف الشديد ما فيش حد راح له خالص وشتم كل الناس اللي عندهم بارح فللناس يا ولد كذا وأعالي سب الدين هتولي ناس بأي طريقة أنا اللي بيتي كان ما بيخلاش من الناس إزاي الناس ما تستعبنيش أنا بقى خميس جمعة أنا بقى خميس جمعة لازم ألاقي ألاف إيه دول وطبعا التلاتين أربعين واحد فيهم حوالي تلاتين واحد موظفين في النادي وهم هم نفس الوجوه وهم هم نفس اللي بيمسيكوا الميكروفونات وأنا قبل كده حذرت الدولة وقلت يا جماعة الخير مصر أكبر من هذا الرجل السفي ولما قلت وناس كتيرها جامتني ده ملوش دعوة بالزمالك والزمالك حاجة وهذا السافر حاجة تانية نسألت له واحد قلت إزاي واحد يا جماعة الزمالك نادي زيه زي النادي الأهلي أندية كلها تتبع الدولة المصرية ومشجعينها بالملايين مصريين وطنيين محترمين أما المعزول الزلمطحي صفيحة فللأسف الشديد يوم ما طلع قرار إيقافه من اللجنة الأولمبية أول نازع له الجماعات الإرهابية والمخربين والفسدة لأنه كانوا بيعتبروا شوكة في ظهر النظام وشوكة في ظهر البلد وشوكة كل شوية يقول لك الفساد 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 ويجبوه هو المثال لأنه هو رمز لهذا الفساد للأسف الشديد علشان خاطر اللي أنا بقوله بيحصل بعد أيام أنا كنت جبت لكم مقطع للموظفين وهم بيتكلموا بيشتموا وقلت لكم باقي الفيديو مش هقدر أزيعه باقي الفيديو مش هقدر أزيعه علشان خاطر مش عايز أزيع حاجة تضر بالبلد الفيديو تسرب من باقي لعني ونزل على صفحات كثيرة على الفيسبوك وخدتوا قناة الحظيرة وللأسف الشديد تغنوا به وهنا أناقش وأناشد المسؤولين من يحاسب هذا الرجل من يحاسب هذا الرجل على ما قاله بص حضرتك قناة الحظيرة لعن الله هذه القناة وكل من يعمل بها خدوا كلامه لما قال اللي عايز يدفع خمسين مليون جنيه يخش أيما وعاكن تخش أيما لازم تدفع خمسين مليون جنيه وقلت مبارح أنه ضرب العملية الانتخابية في مقتل وأنه ماشي بنظام الأرض المحروقة قبل ما يمشي عايزها مصايب وللأسف الشديد ناس برضي مكمسدقة وفي شوية ظلم طحية مأجورين ما عندهمش غيرة لا على أب ولا على أم ولا على كرامة مسدقينه تلغيت النهاردة واحد كاتب بقرة كده على الفيسبوك لقيت واحد بيقول لك إيها لن يستطيع أحد أن يقضي على مرتضى مرسور النهاردة طب يا ابني يا مغفل يا خروف تل فيفا النهاردة نفخه الفيفا الدالو الآضية في الحتة الفاضية تعال بس قبل ما أقول لك التهديدات ونتكلم تعال أوريك قناة حظيرة خدت كلامه واستغلت كلامه علشان خاطر تمسك حاجة على البلد للأسف الشديد سيظل شوكة في ظهر هذا البلد إلى أن يحاكم وينتهي ورسل حضرتك اسمع معي نبقى في مصر حيث تداول ناشطون تصريحات مثيرة للجدل أدل بها رئيس نادي الزمالك مرتضى نبقى في مصر حيث تداول ناشطون قناة الحظيرة لعنها الله ولاعن كل من يعمل بها اسمع بقى بص حضرتك عشان بس لما نيك نخاط بالإعلام القذر العميل لازم نبقى عارفين اني زي ما قال الريس المجاملة فساد والسقوط على الفساد فساد فتخيل انت لما يتسابع يودين الفين بص كيف استغلت تصريحاته ضد البلد ونبقى في مصر حيث تداول ناشطون تصريحات مثيرة للجدل أدل بها رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور أثناء لقائه مع أهالي دائرته الانتخابية بمحافظة الدقهلية وهي التصريحات التي قال فيها أنه لن يدفع خمسين مليون جنيه مقابل ضمه لقائمة من أجل مصر في الانتخابات البرلمانية القادمة ويذكر أن أجهزة الأمن المصرية اعتقلت المحامي طارق جميل سعيد بسبب بثه مقطع فيديو يتهم فيه أجهزة الدولة ببيع مقاعد مجلس الشيوخ والنواب لمن يدفع أكثر جانب من تصريحات مرتضى منصور في مقطع الفيديو التالي دعونا نتابع أنا عمري ما بشتري أصوات حد أنا ما دفعتش خمسين مليون جنيه من دم الشاع عشان يحطني في قائمة تاني ما دفعتش خمسين مليون جنيه من دم اللي يدفع خلسين مليون جنيه يبقى معكا ويجيبه فلوس ليه منيه ليه منيه والليمون ازاي تمام تمام فأنا أنا وريعته قدام بلده كلهم إن مرتضى منصور كبير قوي قوي وما بينزلش بالصغائر اللي هو بيعمله شكلك ايه قدام بلده اللي جاي دعم البلده وكان بيجيلك دعم قبل كده مش هاول مرة لا قول لك قبل كده تمام تمام فأنا مش هردك هردك اللي هرد عليك على أهل بلدك شباب بلدك بلدك ورجال بلدك اللي يعلموك يعنيه تميدة ميدة ويعنيه عائلات تميدة ميدة 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 اللي كلها محترمة وبقول انتها عصر البلطاجة الى الابد انتها عصر البلطاجة الى الابد تصريحات مرتضى منصور أثارت ردود فعل واسعة بين المدونين حيث غرد ياسين كريم يقول مرتضى منصور قال المعلومة في منتهى الخطورة تمن الترشيع على قوائم طبعا مش بحتاج ان انا اسمع اقزر من كده يعني بس حبت اثبت لكم كيف يستغل اعداء الوقن تصريحات غير مسؤولة فما بالكم من القناة اللي مفتوحة فكريم لما قلت له استامر مرسي انا حاسس ان انا بتفرج على الشرق ومكملين سايبين الناس دي تتكلم ازاي ضد المؤسسات بتاعت الدولة واللجنة الولمبية ووزارة الشباب والكلام ده على القناة فكريم لا تعال اقول لك على حاجة تانية تعال اقول لك على مصيبة تانية بص حضرتك اتفرج اوريك مقطع انبارح طبعا مرتضى مرسور لما ملقش حد حواليه رحوا جابوله الموظفين بتوقنادي الزمالك لموهم من اتميدة وبشلوش وكده وجابوهم هتلاقي كل اللي عادين دولة 3040 واحد موظفين في نادي الزمالك محدش بيروح له خالص في الدائرة يا جماعة بقولك اللي بيكتب له بوست بيتهزق واللي بيعرف انه رحله بيتفضح فالمهم بعد حاجة تدحج نفس الولد الموظف طبعا النهاردة خدنا الاجراءات القانونية اللازمة ضده ولهم اني كل احترام وتقدير انا حلفت ان انا مغلقش في اي حد نهائيا من ميد غمر حتى لو شتمني انا ما بردش غير على مرتضى منصور وبالقانون اي حد من ميد غمر يشتمني لن اتجاوز اكراما اللي ميد غمر واهالي ميد غمر اكراما اللي ميد غمر واهالي ميد غمر كفاية استقبال الناس وانتوا بتشوفوا المداخلات بنفسكم بعد ما شتم الاعدة كلها والسهرة علي سب واشتيمة فواحد ابن حلال من رجالتنا اللي بيصوروا في الفيلا ولا في البيت بتاعه صرب لنا مقبع جديد جزء من السب اللي كان علي على مدار اربع خمس ساعات وعايزك تبص على الحرقة اللي فيها مرتضى منصور عشان تقرف مهزوز ازاي عايزك تبص على الحرقة اخذ الحق منك بالشتيمة ولا بالتجاوز ولا بقلة الادب ولا بالخروج عن النص انت هزمت قانونيا وهزمت على الواقع والعبد لله الفقير هو واعوانه واخواته انكنبوا المعاقذك من ناحية ولا تمر عبد الحميد من ناحية ربنا يديهم او يبرك لهم ولا اي شريب بيتكلم فاي قناة على اليوتيوب عملين لك هذا الوجع وهذا الالم من مجرد موبايلات بباقة نت وانت صرفك تعدى المية وتمانين مليون جنيه علشان خاطر تقدر تقنع الناس ولكن كلمة الحق محدك بيشتريها ولا بيتدفع لها فلوس باقت نت بمية وتمانين جنيه محيراك وتعباك وخلتك تبعد والله العظيم انت صعبا علي والله العظيم صعبا علي على رأي أخويا المحترم احمد سعيد ربنا سبحانه وتعالى يكرمه ويرجعون لينا بالسلامة قالك يعني الانسان الواثق من نفسه عارف هو بيعمليها ولكن المتقبط يتلاقيه من عوامل نهايته انه يمشي يشتم ويبعتر الشتيمة والاتهمات الزورة على كل الناس انا اقسمت بالله اي حاجة خاصة بمية غمر لا اغلب في حد ولا اتجاوز مع حد لان الناس بتاعت مية غمر اقسم بالله العلي العظيم وانا قلت الكلام ده للكابتن تامر عبد الحميد وقلت الكلام ده لصديقنا التالت المحترم احمد سعيد واحنا الارباء على خط النار قلت لهم والله العظيم يكثيني تلالغاية دلوقت اكتر من خمسمائة ستمائة دعوة جاية لعاك ننزل مية غمر ببلادها بلد غير بلد غير بلد اتغدى هنا تعشى هنا والناس تقول لي لازم تيجي وانا عايز اشيل عنهم الاحراج هكذا ما اعملش مشاكل لحد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة